مدمرو التعليم ونشر الجهل والأمية ينظرون عن أهمية التعليم وخطورة ترك الدراسة في العراق وبالأحرى هم يعبرون عن خوفهم من هذا المسأل حزب الدعوة الذي حكم العراق لعدة سنوات في عقاب الغزو الأمريكي يدعو إلى أفشال الإضرابات الطلابية وإجبار الطلاب على الدوام المدرسي بعد أن شعر بخطورة انضمام الشريحة المثقفة والمتعلمة لثورة التشريم التي تهدف إلى أسقاط عمليته السياسية حزب الدعوة حذر صراحة من أن إيقاف حركة التعليم يندرج تحت توصيف الإرهاب الفكري والعلم يستحضر الحزب لفظة الإرهاب فتحضر معه مشاهد الإرهاب العملي الذي لغم العراق عبر سياسة التخويف والتسلط والقمع ونشر التخلف والجهل بشكل ممنهج ليراد منه أن لا يصل الشعب العراقي إلى هذه المرحلة مرحلة الثورة والوعي السياسي وإبصار طريق الحرية أما الخزعلي زعيم العصائف فقد اعتبر أن الإضرابات الطلابية الداعمة لثورة التشرين هدفها زيادة الجهل والتجهيل في العراق وأن الشعار المرفوع ماكو وطن ماكو دوام شعار بعثي ومرتبط بأجندات خارجية دخول شريحة الطلاب والمدرسين على خط ثورة التشرين عبر دعمها للتظاهرات وإعلان الأسيان المدني والإضرابات الطلابية المفتوحة أثار فزع وهلعق والسلطة وميليشياته من هذا المعطى الاجتماعي المهم والذي سيكون له تأثير جوهري على مسار ثورة التشرين وسرعة بلوغها أهدفها الوطنية في إسقاط العملية السياسية وأحزابها الفاسدة وهو ما تحاول السلطة وقواها كبح جماحه بأي ثمن كان شكرا